ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قد دعت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين الراغبين في تنظيم انتخابات 2022 إلى التسجيل الإلكتروني شريطة أن يكون المواطن قد بلغ من السن 20 عاما ومقيدا اسمه في جداول الناخبين وذلك لمدة خمسة أيام بدأت في الحادي عشر من سبتمبر الجاري وانتهت في الخامس عشر من الشهر نفسه ترجمة نانسي قنقر